تتواصل المعارك العنفة بين الثوار وقوات النظام في تل الجموع بريف درعة في محاولة للثوار بس تسيطرتهم عليه وتأتي هذه العمليات استكمالا لمعركة يرموك خالد الطريق إلى فسطاط المسلمين والتي بدأها الثوار مطلع الشهر الخامس بهدف سيطرة على كل من تل الجموع وتلة عشترة وكتيبة الميمدال في الشيخ سعد والتي تعتبر آخر مواقع اللواء 61 التابع لقوات النظام في المنطقة الجنوبية من سوريا أما في حماء فقد تمكن الثوار من تدمير دبابة وقتل العديد من قوات النظام خلال محاولتها اقتحام مدينة مورك وعلى جبهة أخرى استهدف سوار مقرات قوات النظام في مدينة جورين بصواريخ جراد كما أمنوا شقاق ثلاثة جنود داخل مطار حماة العسكري وفي هذه الأثناء استهدف طيران النظام قرية معصران بالريف الشرقي موقعا العديد من الضحايا والجرحة وفي دير الزور لا تزال المعارك العنيفة تدور على أشدها بين مجلس شورى المجاهدين وتنظيم دولة العراق والشام في محاولة لكلا الطرفين بسط سيطرته على الريفين الغربي والشرقي وتشهد مدينة دير الزور حصارا من قبل التنظيم منذ ثلاثة أيام بعد سيطرته على دوار الحلبية والذي يعد المدخل الوحيد للمدينة من جهة الريف التنظيم أعلن عدم فك الحصار عن المدينة إلا بعد خروج كل المقاتلين بمن فيهم جبهة النصرى والجبهة الإسلامية فيما قال ناشطون إن خروج الفصائل من المدينة شبه مستحيل والرضوخ للتنظيم وأوامره أمر مرفوض من قبل تلك الفصائل جملة وتفصيلا اشتركوا في القناة